اشتركوا في القناة وهيكون موضوع نقاشنا وحوارنا في المادة او الباب الثالث عن انواع اجهزة القياس احنا خلال دراستنا في الباب الاول والتاني قدرنا نفهم انه عملية القياس هي مقارنة كمية بكمية او مقدار بمقدار اخر وقدرنا نفهم انه عملية القياس بتتم حسب كميات معينة ووحدات قياس معينة وتعلمنا مع بعض وحدات القياس المختلفة ودرسناها مع بعض وكمان قدرنا نحدد الاجهزة اللي هنستخدمها في قياس كل نوع او كل نوع لكمية معينة ومن خلال دراستنا كمان قدرنا نفهم انه في مجموعة من الاخطاء اللي ممكن تحصل وده اتكلمنا عليه في الحلقة السابقة قلنا ان مجموعة الاخطاء اللي ممكن تحصل فيه اجهزة القياس دي ممكن اخطاء بسبب الشخص المستخدم واخطاء بسبب الجهاز نفسه واخطاء بسبب العوامل الطبيعية المحيطة بالجهاز كمان قلنا انه اثناء تشغيل الجهاز برضو استفدنا انه بيحصل مجموعة من العزوم اللي بتسبب تشغيل الجهاز نفسه يعني فيه طيار بيدخل للجهاز الطيار بيدخل فيه ملف والملف ده بينشأ فيه مجال مغناطيسي فيه مغناطيس دائم اخر موجود بيطلع مجال مغناطيسي محصل التفاعل المجالين مع بعض بينتج عزوم او مجموعة من العزوم هي اللي بتسبب تحريك المؤشر من مكانه او من نقطة الصفر الى القيمة المراد قياسها وكمان هي نفس العزوم دي او هي التلت عزوم اللي بيحصلوا دول احدهم هو عزم الانحراف والاخر عزم التحكم وفيه عزم تالت اللي هو عزم الفرمالة احدهم يعني عزم الانحراف هو اللي بيخلي المؤشر يطلع من نقطة الصفر الى القيمة المراد قياسها وبعد كده المؤشر ده بيطلع بيبقى فيه اهتزازات بسبب انه يعني ما ثبتش على القيمة المقاصة بيبقى المؤشر بفيه اهتزاز كده ايه اللي يسببه عزم التخميد او الفرمالة هو ده اللي بيسببه على القيمة المثبتة او المراد قياسها بتبقى قيمة صحيحة كمان طيب عزم التحكم عزم التحكم ده بيسبب انه رجوع المؤشر الى الصفر وكمان هنا قدرنا نفهم من خلال دراستنا في الابواب السابقة قدرنا نقول انه النقطة رجوع او عملية رجوع المؤشر الى الصفر كانت بتنتج بسبب مجموعة من اليايات او الاسقال او الاتزاء او الاوزان اللي متسبتها متعلقة في مؤشر الجهاز وده الكلام ده خاص بالاجهزة ذات المؤشر هي اللي بتبقى مسؤولة عن ارجاع المؤشر الى نقطة الصفر تاني كمان قلنا ان الاجهزة او اجهزة القياس كان لها انواع مختلفة من حيث نظرية التشغيل او من حيث القياس او الشكل كمان كنا بنقول ان عندي اجهزة قياس تكاملية واجهزة قياس تناظرية وكان فيه اجهزة قياس تسجيلية واجهزة قياس رقمية قلنا اجهزة القياس التناظرية اللي هي كانت الجهاز القياس او اجهزة القياس اللي هي كانت بمؤشر الاجهزة اللي فيها مؤشر هي اجهزة القياس التناظرية وده مثلنا او احنا بنشوفه عندنا في المدرسة وفي القسم في معمل الهندسة كهربية او في القسم بتاعك انت بتشوفه ممثل فيه جهاز الوطميتر او جهاز الفلطميتر او الامبيروميتر دول أجهزة ذات مؤشر بنشوفها في معمل الهندسة الكهربرية باستمرار وبنشوفها على لوحات التدريب اللي احنا بنضرب عليها في القسم بتاعنا كمان اتكلمنا عن أجهزة القياس التسجيلية وقلنا إن أجهزة القياس التسجيلية دي كانت عبارة عن أجهزة شبيهة بأجهزة القياس التناظرية ولكن كان بيستبدل المؤشر بريشة تمام يتحرك تحتها شريط ورقي بسرعة سبتة والريشة دي كانت بتقدر ترسم لي مخطط شبيه كده بشكل رسم القلب رسم بياني على ورقة لها رسم بياني كانت بتديني قيمة للقدرة اللي أنا هستخدمها وده كان بيستخدم في محطات التوليد ومحطات التوزيع وكان بيستخدم في تحديد وقياس قيمة القدرة الفعالة والغير فعالة كمان اتكلمنا على الأجهزة التكاملية وقلنا ان الأجهزة التكاملية دي في حياتنا العملية وحياتنا اليومية كده احنا بنشوفها فين بشوفها فيه العداد قياس الطاقة الكهربية المستهلكة في المنزل تمام ده جهاز قياس تكاملي وكنا بنقول اللي هو العداد الكهرابي وقلنا فكرة عمله برضو انه قرص معدني مسبت على عمود دوران وعمود الدوران مسبت فيه بدايته ملف وفوقه ملف تاني الملفين على قلوب حديدية بيمر فيهم الطيار فيحصل مجال مغناطيسي المجال بيتفاعل مع بعضه بيحرك من القرص المعدني ونتيجة حركة القرص المعدني بيبدأ يحرك لي الارقام اللي هي فوق والارقام اللي هي اللي بنشوفها في العداد الكهرابي دي هي عبارة عن مجموعة من التروس كل ترس يعني الترس عبارة عن عشر اسنان كل ترس عبارة عن عشر اسنان وكان بيبقى كل سنة في اسنان الترس ده مكتوب عليها رقم يعني سنة مكتوب عليها صف واحد اتنين تلاتة اربعة فلما يلف الترس معايا يجيب لي رقم صح كده كان مجموعة التروس اللي جنب بعضها كانت بتبقى بتتحرك بهذه الطريقة طيب واتكلمنا بعد كده عن أجهزة القياس الرقمية وقلنا إن كان أهم الأجهزة الرقمية اللي موجودة عندي كان الجندي المجهول في عمليات القياس اللي هو كان مين بقى؟ جهاز الأفوميتر وقلنا إن جهاز الأفوميتر مفيش فني تركيبات كهربية أو فني كهربعة في العموم سواء صيانة سواء تركيبات سواء صيانة معدات أو وخلافه من التخصصات الكهربية مفيش فني ما تلاقيش في جيبه أو شنطته جهاز الأفوميتر أو هو ماشي كده مفقدوش جهاز الأفوميتر ليه؟ كان جهاز الأفوميتر كان بيقيس العديد من الكميات الكهربية أو بيستخدم في قياس العديد من عمليات القياس اللي احنا منبقى بصدد القيام بيها أو تنفذها وكمان قلنا إنه كلمة آفو آفوميتر يعني القياس أو قياس ولكن آفو كان اختصار للثلاث كلمات أو ثلاث حروف اختصارا لثلاث كلمات اللي هم آفو أو الإي حرف الإي من كلمة أمبير يعني لقياس شدة الطيار وفي اختصارا لكلمة فولت لقياس فرق الجهد والأو اختصارا لكلمة قوم اللي هو وحدة قياس المقاومة الكهربية يبقى ده كده فكرة سريعة عن البابين اللي احنا اتكلمنا فيهم وكمان الحلقة اللي فاتي تتكلمنا عن الأخطاء اللي ممكن تنتج في عمليات القياس كقيم حسابية إن أنا أقدر أطلعها كقيم حسابية في عمليات القياس وكان قلنا إن فيه الخطأ المطلق والخطأ النسبي والنسب المئوي والخطأ الحدي والدقة والحساسية وحلينا أمثلة عليها وانتقدر ترجعوا للحلقات السابقة في مادة القياسات الكهربية على قناتنا على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك بتاعتنا هتلاقي كل الحلقات موجودة حط سؤالك اللي انت مش فهمه النقطة اللي مش واضحة قدامك حط سؤالك عليها وهنجوبك عليها في وقت سريع بإذن الله نبدأ مع بعض النهاردة في الباب التالت وهنتكلم عن أنواع أجهزة القياس الكهرابي طيب يا مستر محضرتك قلتنا إن إحنا عندنا أجهزة تنظرية وتكاملية وتسجيلية ورقمية هقولك ده كان من حيث التشغيل أو آلية التشغيل بتاعتها صحي كده لكن تعالى بقى نتكلم عن أجهزة القياس الكهرابي من حيث التركيب نوع الجهاز ونوع الجهاز هنا بيتوقف على نظرية تشغيله ونظرية عمله من حيث بقى مرور الطيار وهيدخل على ملف هيحصل مجال مغناطيسي المجال اللي هينشأ في الملف هيتفاعل مع مين هل في مجال مغناطيسي أو مغناطيس دائم هينتج لي مجال آخر هل الجهاز ده زو ملف متحرك زو حديدة متحركة هل الجهاز دوت أو جهاز القياس ده جهاز قياس كهرديناميتي جهاز قياس حسي دي كلها أنواع مختلفة لأجهزة القياس هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله من حيث نظرية التشغيل من حيث المميزات والعيوب لكل جهاز من حيث إنه لو هستخدم الجهاز ده كفولتاميتر أو هستخدمه أميتر وضعيته هتكون إيه هحتاج معاه حاجة ولا لأ في ملحقات هضفها للجهاز ده ولا لأ فده كله هنشوفه مع بعض وإيه الأخطاء اللي ممكن تنشأ من الجهاز ده لو استخدمته أميتر أو استخدمته فولتاميتر تعالوا مع بعض نشوف أول نوع من أنواع أجهزة القياس اللي عندي ونشوف مع بعض كده أجهزة القياس ذات الملف المتحرك أول نوع عندي أجهزة القياس ذات الملف المتحرك وركز في الأسامي قوي علشان هتلاقي يعني الأسامي فيه الملف المتحرك وفيه حديدة متحركة وفيه كهرديناميكي وتنافري وتجاذبي يعني كل الحاجات دي لابد أن أنت تركز فيها علشان الأسئلة ما تتلغبطش وانت شغال في اجاباتك تمام اجهزة القياز ذات الملف المتحرك عندي هنا بيقول لي ايه تعتمد نظرية تشغيل اجهزة القياز ذات الملف المتحرك ومغناطيس دائم على القوى الميكانيكية الناشئة من مرور طيار كهرابي في ملف قابل للحركة موضوع في مجال مغناطيسي منتظم يا مستر حضرتك هنا قلتلي انه في ملف كهرابي ومغناطيس دائم صح كده مانا لسه من شوية اقول لك انه هينشأ مجالين وهنا في التعريف ده بيقول لك او الكلمتين اللي احنا شرحناهم دون بيقول لي ايه انه قوى ميكانيكية ناتجة او ناشئة يعني قوى ميكانيكية يعني في عزم حركة عزم دوران تمام كده وعزم الدوران ده مش هينشأ الا لما يكون في مجالين اتفعله مع بعض وطلع لمجال تالت محصل يسبب دوران او حركة المؤشر اللي هيتحرك قدامي تمام طيب الشكل ده شكل ايه قال لي ده كده شكل ليه جهاز او التركيب الداخلي لجهاز القياس ذات الملف المتحرك او اجهزة القياس ذات الملف المتحرك وهنبص كده على الشكل ده مع بعض يا شباب هنلاقي ايه هنلاقي انه الجزء الكبير اللي فوق ده لاصمر ده الجزء الكبير دوت اللي هو اللي شبه حدوة الفرس ده ده عبارة عن مغناطيس دائم ده عبارة عن ايه يا شباب مغناطيس دائم طيب امال فين الملف يا مستر المتحرك هقولك انه هنا شايف الخطوط اللي موجودة على الاستوانة دي هي دي خطوط او اسلاك الملف المتحرك طيب يا مستر امال ايه الزراع اللي طالع داخل اللي طالع ده كده المصمار ده اللي داخل في الملف تمام ومتسبت ورق حاجة تانية هقولك ده عمود الدوران او محور الدوران اللي متسبت عليه المؤشر اهو بص كده اللي متسبت عليه المؤشر علشان يتحرك على التدريج امال يا مستر ايه الحاجات الدورانية دي هقولك دي يايات او ياي او زنبورك بيسبب التحكم في حركة المؤشر بيشد المؤشر تاني يرجعه للصفر لما نصل الجهاز من عملية القياس طب تعالى نشوف التركيب مع بعض اول حاجة مغناطيس دائم تمام كده اول حاجة مغناطيس دائم رقم اثنين استوانة الاستوانة اللي هي الداخلية اللي موجودة بين القطبين دول يا شباب بتوع المغناطيس الاستوانة اللي جوه دي رقم تلاتة ملف كهرابي عليها اهو ملف كهرابي رقم اربعة زنبورك لولابي اللي هم السوستة اللي موجودة دي تمام كده السوستة دي كده ودي تمام رقم خمسة اوزان شايف التقل اللي موجود تحت ده الوزن اللي موجود تحت ده هو اللي بيسبب انه بيساعد الياي او الزنبورك على ارجاع المؤشر تاني للصفر تمام طيب المؤشر اهوت رقم ستة مؤشر رقم سبعة تدريج يبقى ده كده تركيب اجهزة القيازة الملف المتحرك تمام نشوف حاجة تانية نتكلم عنها نظرية عمل الجهاز ونظرية عمل الجهاز دي بيقول لي ايه عند مرور طيار مستمر بالملف ينتج مجالا مغناطيسيا مغناطيسيا ايوة نقف هنا بقى يعني ايه يعني احنا قلنا انه الملف الداخلي اللي موجود اللي هو ملفوف على الاستوانا هيمر فيه طيار كهرابي ولما يمر فيه طيار كهرابي طبيعي اي ملف بيمر فيه طيار كهرابي بيحصل ايه مجال مغناطيسي بينشأ حول مين الملف ده تمام كده وانا عندي مغناطيس دائم اوعى تنسى علشان نسبب الحركة للمؤشر صح كده يبقى انا عندي ملف مررنا فيه طيار كهرابي نشأ فيه مجال مغناطيسي وعندي مغناطيس دائم بيطلع طبيعي مجال مغناطيسي محصلة المجالين هيولد لي عزم ميكانيكي او قوة ميكانيكية تسبب حركة مين المؤشر على طول على التدريج بتاع الجهاز تمام وبالتالي تشتغل بقية العزوم بقى على تثبيته على القيمة المرات قياسها وارجعوا العزم الاخر اللي هو عزم التحكم بقى اللي هيرجع لي المؤشر الى نقطة الصفر تاني لما افصل الطيار الكهرابي يبقى نبص على نظرية العمل كده مع بعض ونقراها كويس مع بعض عند مرور طيار مستمر بالملف ينتج مجالا مغناطيسيا يحدث تأثير متبادل او يحدث تأثير متبادل بينه وبين المجال المغناطيسي المنتظم الدائم اللي هو نتج منين يا شباب ده اللي هو نتج من المغناطيس الدائم طيب مما يؤدي الى وجود عزم ميكانيكي يعمل على دوران الجزء المتحرك بالجهاز ويتوقف اتجاه الدوران على اتجاه الطيار معناها ايه يعني لو انا مدخل اتجاه الطيار في اتجاه عقار بالساعة يبقى المؤشر هيتحرك بالشكل الصحيح لو عكست اتجاه الطيار الفردة الموجة بمكان السالب فهتبقى هيديني حركة للمؤشر بالعكس والمؤشر مش هيتحرك بس هو ايه بيتحرك لتحت بس مش عارف ينزل تحت الصفر لان بيبقى فيه حاجة كده حائل بيعوقه دون النزول اسفل نقطة الصفر طيب مميزات اجهزة القياز ذات الملف المتحرك رقم واحد لها حساسية عالية اجهزة القياز ذات الملف المتحرك لها حساسية عالية حساسيتها في القياز سريعة جدا حركة المؤشر سريعة جدا بمجرد ما بنوصل الطيار بينتج على طول حركة للمؤشر طيب لها دقة عالية يعني دقتها في عملية القياز بتبقى دقيقة او القراءة اللي هقراها منها وعملية القياز هتكون قراءة دقيقة وعملية دقيقة رقم ثلاثة لها تدريج منتظم التدريج بتاعها سهل انك تقرأ من عليه لا تتأثر كثيرا بالحرارة يعني ارتفاعات درجة الحرارة او درجة الحرارة المحيطة ما بتأثرش فيها بشكل كبير يعني لا تتأثر بالمجالات المغناطيسية الشردة ودي نقطة مهمة اوي لها قوة تخنيط كافية النقطة الخاصة بالمجالات المغناطيسية الشردة دي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة السابقة وقلنا انه ما ينفعش اجيب جهاز القياز بتاعي في عملية التخزين بتاعته لما انا خلصت عملية القياز وخلاص هشيل الجهاز بتاعي هخزنه هحطه في مكانه فما ينفعش احط الجهاز بتاعي احطه في الدولاب او في مكانه المخصص ليه ويكون جنبه مغناطيس كده مرني في الدولاب ده بيسبب مجالات مغناطيسية الشردة بتؤثر على المغناطيس وعلى الملف الداخلي للجهاز بتؤثر عليه بالسلب وبعد كده تؤثر على دقة القياس وحساسيته في اجراء عملية القياس النقطة الاخيرة اللي هي له قوة او الجهازة دي لها قوة تخميد كافية معناها انه عملية الاخماد اللي بتوقف عزم التخميد او الفرمالة اللي بيوقف المؤشر على القيمة المرات قياسها الصحيحة لان احنا قلنا ايه عزم الانحراف هو اللي بيسبب الحركة بتاعته عزم التخميد والفرمالة هو اسمه تخميد او فرمالة عزم التخميد ده هو اللي بيسببت المؤشر بقى لما كان بيتحرك كده هو اللي بيسببت المؤشر على قيمة مناسبة او القيمة الصحيحة لعملية القياس تمام فده الاجهزة دي لها نسبة تخميد او قوة تخميد عالية طيب نتكلم عن العيوب العيوب في اجهزة القياسة الملف المتحرك عندي رقم واحد ارتفاع تكاليف تصنعها ارتفاع تكاليف تصنعها رقم اتنين عدم تحملها للطيارات الزائدة يعني الطيار العالي لو مر فيها طيار عالي يأثر على الملفات بتاعتها بالسلب يحرق الملف الداخلي بتاعها رقم ثلاثة تستخدم فقط في قياس دوائر الطيار المستمر يبقى احنا كده استفدنا واكتسبنا معلومة جديدة انه اجهزة القياسة الملف المتحرك دي اجهزة بتتأثر بالطيار العالي لو مررت فيها طيار عالي هتتأثر بيها تكلفتها تكلفة تصنعها الغالية وكمان قلنا اهم نقطة لابد انك تاخد بالك منها ومن ضمن الاخطاء اللي تكلمنا عنها الاخطاء الشخصية اللي هي بسببك انت كفني دي اخطاء تكلمنا عنها في الحلقة السابقة والباب التاني لكن احنا النهاردة بنأكد عليها اللي هي ايه ان اجهزة القياسة الملف المتحرك تستخدم فقط في دوائر الطيار المستمر وده من عيوبها من عيوبها انه بقدر استخدمها بس مع دوائر الطيار المستمر يعني مش هقدر استخدمها في قياس طيار متردد تمام يا شباب يبقى انا اخد بالي من النقطة دي طب ولو عاوز استخدم الجهاز ده في قياس دوائر او قياس الطيار المتردد او مع دوائر الطيار المتردد حنشوفها بعد كده هيقول لي ايه لابد من وجود دائرة توحيد او مقوم اللي هو الموحد تمام يبقى ده كده عيوب اجهزة القياس ذات الملف المتحرك بعد كده استخداماته استخدامات اجهزة القياس ذات الملف المتحرك احنا عارفين طبعا بنستخدمها كاميتر وكفولتاميتر بس هنشوف مع بعض هنا بيقول لي ايه بيقول لي تستخدم كاميترات يعني اقدر استخدم اجهزة القياس ذات الملف المتحرك كاميتر لقياس الطيار المستمر الضعيف لان احنا قلنا من عيوبها ان هي الطيارات العالية بتأثر فيها بالسلم لحد فين تمام كده يعني من صفر حتى خمسة وعشرين مايكرو امبير من صفر حتى خمسة وعشرين مايكرو امبير طيب وعلشان اتغلب على الكلام ده ولستخدام الجهاز لقياس طيارات عالية تصل الى ميتين امبير ركز بقى علشان استخدم الجهاز ده احنا قلنا ان هو بيستخدم حتى خمسة وعشرين مايكرو امبير طب علشان استخدم الجهاز ده اخليه ايس معايا لحد ميتين امبير يعني طيارات عالية جدا اهو هعمل ايه يتم توصيل معها على التوالي مجزئات طيار مصنوعة من المنجنين ومقاومتها صغيرة جدا ارجع افتكر لما درست في الهندسة الكهربية مجزئات الجهد ومجزئات الطيار صح كده كنا بنوصلها وقلناها في باب سابق برضو الباب التاني مجزئات الجهد والطيار بحيث انه علشان اقدر ازود كفاءة الجهاز واقدر اخليه ايس معايا بدل ما كان بيشتغل لحد بس خمسة وعشرين مايكرو خمسة وعشرين لحد ان هو يقيس خمسة وعشرين مايكرو امبير بس لا ده هو كان بيقيس معايا او قدرت اخليه انه يشتغل معايا لحد ما يقيس متين امبير ودي قيمة طيار عالية جدا انه اقدر استخدمه في طيارات عالية وبالتالي هستخدم مجزئ طيار يتوصل معاه على التوالي وبحيث ان مجزئ الطيار ده طبعا احنا عارفين انه هو مجموعة من المقاومات صح كده متصلة بالتوازي ليه علشان الطيار هيتوزع فيها هيتجزأ فيها وبتكون المقاومة صغيرة جدا والمقاومة مصنوعة من المنجناين مادة المنجناين تمام كده طيب طيب استخدام اجهزة القياس ذات الملف المتحرك كفولتاميتر احنا قلنا استخدمناه كاميتر هنا هنستخدمه كفولتاميتر اللي تستخدم هذه الاجهزة وحدها دون ملحقات كفولتاميترات لقياس جهود مستمرة قيمتها صغيرة للغاية من صفر حتى عشر ملي فولت يعني برضو لما هنستخدمها مع الجهد او كفولتاميتر هتبقى قراءتها صغيرة اوي او قيمة قياسها اقصى قراءة لها عشر ملي فولت وعلشان اتغلب على الكلام ده و لاستخدامها لقياس جهود عالية تصل الى 800 فولت يوصل معها على التوالي مقاومة ايه مقاومة عالية مصنوعة من المنجناين تمام كده بحيث اني برضو اقسم الجهد على التوالي احنا بنقول على التوالي هيه علشان الجهد يتقسم على المقاومة الداخلية للجهاز ومقاومة اللي انا هستخدمها كمجزء تمام كده طيب الاخطاء التي تنتج عن استخدام هذه الاجهزة كاميترات وفولتاميترات هو انا عندي مشاكل لو استخدمت الجهاز القياس الملف المتحرك لو استخدمته كاميتر او فولتاميتر ايوة عندي مشاكل ممكن تحصل في نسبة القياس او القيمة المقاسة وطريقة اعطاء القراءة وجودة القراءة المعطاة او المأخوزة من الجهاز طب تعالوا مع بعض نشوف الاخطاء اللي ممكن تحصل لو انا استخدمت جهاز الفولتاميتر او جهاز القياس ذات الملف المتحرك لو استخدمت او متر وفولتاميتر نشوف مع بعض كده هنقول ايه هنا بيقول لي رقم واحد تأصر الجهاز بتغير درجة الحرارة بسبب زيادة المعامل الحراري بالملف وتغيير مقاومته بزيادة درجة الحرارة يبقى هنا المقاومة الداخلية للملف هتتغير بسبب ايه التغير في درجة الحرارة تمام طيب رقم اتنين ضعف المجال المغناطيس الدائم بالتقادم يعني ايه مع الوقت وكسرة الاستخدام وكسرة العمل بالجهاز ده المغناطيس الدائم هيضعف المجال الناشئ منه هيضعف لذلك تصنع المغناطيسيات الدائمة حاليا من سبيكة صلب ونيكل تمام كده وهنا سؤال مهم قوي ليه تتميز لانها تتميز بسببات المغناطيسية وعدم تأثرها بمرور الوقت سؤال السؤال بيقول لي علل يجب صنع الملف او المغناطيسيات الدائمة في اجهزة القيازة الملفة المتحرك من سبيكة من الصلب والنيكل ليه قلنا علشان دي سبيكة بتتميز بسبات المغناطيسية وعدم تأثرها بمرور الوقت طيب الاخطاء التي تنتج عن استخدام هذه الاجهزة كاميترات وفلطاميترات برضو هناك كنا بنستخدم طريقة والتانية هنا او خطأ والتاني هنتكلم هنا على الخطأ التالت تأثر دقة الجهاز بالمجالات الشردة وقلنا خد بالك اوعى انت بتخزن الجهاز او بتشيله بعد ما انهيت عملك او انهيت مهمة القياس اللي انت بتقسها اوعى تحط الجهاز بجواره مغناطيس او مسببات مجالات شردة هتسبب على دقة تأثر على دقة الجهاز بالسلم تمام يبقى هنا ولذلك توضع هذه الاجهزة داخل علبة من الصلب لمنع وصول المجالات الشردة الى آليات الحركة الملف هو ايه والمؤشر واليايات والاسقال والمغناطيس الدائم علشان ما تأثرش ايه عليهم طيب رقم اربعة تأثير الجهاز بالزومبورك لذلك يوضع بالجهاز زومبوركات في اتجاهين متضضين واليايات او الزومبورك ده احنا شفنا ان كان فيه واحد اسفل المؤشر من الامام وكان فيه زومبورك تاني خلف المغناطيس الدائم ليه الاجهزة دي اليايات بتاعتها او الزومبورك بيتأثر تمام فعلشان ما يتأثرش هو والاوزان او الاسقال احنا ركبنا تحت المؤشر ركبنا وزنين تمام كده او سوكلين يساعدوا على ثبات ورجوع المؤشر طيب واليايات ركبنا اتنين واحد في الامام او خلف المؤشر مباشرة والتاني خلف المغناطيس الدائم بس بشرط ان كل اليايات او الزومبورك اللي متركبه الاسقال متركبة على عمود الدوران وعمود الادارة اللي شايل مين المؤشر برافو عليكم طيب عندي بعد كده اجهزة القياس ذات الحديدة المتحركة او الحديد المتحركة وهنا ده نوع مختلف تماما عن الجهاز السابق لانه هناك كان الملفة متحرك هنا بيقول لي ذات حديدة متحركة او حديد متحرك طيب بيقول لي هنا تعتمد نظرية تشغيله على ايه نظرية التشغيل هنا تعتمد على او يعني تعتمد نظرية تشغيل اجهزة القياس بحديدة متحركة على القوة الميكانيكية الناتجة عن التأثير المتبادل لقوى الجذب والتنافر بين قطبين او مجالين مغناطيسيين يبقى هنا عندي مجالات مغناطيسية هتنشأ داخل الجهاز وهيحصل ايه لو المجالات متشابهة هيحصل تنافر لو المجالات مختلفة هيحصل تجازب او قوة جذب تمام كده شباب طيب من هنا قال لي اجهزة القياس ذات الحديدة المتحركة عندي هنا ايه رقم واحد اجهزة قياس بحديدة متحركة وملفات مسطحة دي بنسميها ايه اجهزة قياس من النوع التجازبي تمام كده دي اجهزة قياس ذات حديدة متحركة من النوع ايه التجازبي طب النوع التاني قال لي انه اجهزة قياس بحديدة متحركة وملفات مستديرة من النوع ايه يا شباب من النوع التنافري يبقى احنا كده فهمنا من نظرية التشغيل انها ينتج قوة جذب وتنافر داخل الجهاز بسبب المجالات المغناطيسية قدرنا نستخلص ان انا هيبقى عندي نوعين من اجهزة القياس نوع تجاذبي ونوع تنافري طيب نظرية عمل الجهاز من النوع ايه التجاذبي جهاز قياس زوحديدة متحركة من النوع التجاذبي النظرية بتقول لي ايه تعتمد نظرية التشغيل على ان الملفات الاستوانية الحاملة للطيار يكون لها مجال مغناطيسي سابت ويكون لها قطبان وتصبح قادرة على التأثير على اي قطعة حديدية توضع في مجالها اي قطعة حديد هتتحط في مجال هذه الاقطاب تمام كده هيحصل ايه هتتأثر بالمجال اللي بين القطبين دول واذا نكمل بقى واذا وضعت قطعة من الحديد المطارع قرب احد اطراف ملف استواني وارتكزت من احد اطرافها على عمود متحرك داخل كراسي تحميل طبيعي الا هيحصل فان الحديد تنجذب الى مركز الملف بمجرد مرور طيار في الملف يبقى ده هتنجذب ليه بسبب المجالات ان نتجت في الجهاز من الداخل في ملفات الجهاز والمغناطيات الموجودة في الجهاز بسبب القطبين هيحصل قوة تجاذب ليه الملف بمجرد مرور طيار في الملف طيب شكل الجهاز هو ده شكل الجهاز الداخلي او مش شكل الجهاز كله من بره ده التركيب الداخلي لمين يا شباب ليه الجهاز زوء الحديدة المتحركة من النوع التجاذبي والتركيب بتاعه ايه رقم واحد زنبرك لو لا بي زنبرك لو لا بي هتلاقي هنا هو الزنبرك اللي موجود قدامنا ده طيب رقم اتنين قطعة من الحديد المطاوع قطعة من الحديد المطاوع موجودة في الداخل تمام رقم تلاتة ملف مستطيل اللي هو الملف اللي موجود عندي تحت السلوك الخطوط اللي موجودة دي ملف مستطيل ايه تاني وسيلة تخميد وسيلة التخميد عندي هي اللي موجودة في نهاية المؤشر من تحت هنا رقم خمسة كباس متحرك لمنع زبزبة المؤشر يعني ايه كباس متحرك لمنع زبزبة المؤشر وده هيكون اللي بيسبب سباة المؤشر على القيمة المراد قياسها طيب هنا دي اجهزة القياس ذات الحديدة المتحركة وده من النوع التنافري تمام هنا هيبقى فيه تنافر بين المجالات المغناطيسية النتجة فيحصل تنافر فيعمل ايه يحرك المؤشر والحديدة بسبب التنافر اللي حصل بين المجالين هنا التركيب ايه ملف استواني مستدير ده قطاع في الملف الاستواني يا شباب تمام كده اللي هو الجزء الدائري الكبير اللي برا ده ده ملف استواني المفروض كامل هنا بس احنا عاملين قطاع علشان نشوف الجزء الداخلي ده تمام اتنين كراسي تحميل وكراسي التحميل شايف الجزء اللي هنا ده اللي مسبت داخله العمود دي كراسي تحميل وعندي هنا الجزء ده كده برضو دي كراسي التحميل اللي موجودة رقم تلاتة يايات او زنبركات اللي هي سستة اللي بنسميها سستة قطبين مغناطيسيين قطبين مغناطيسيين رقم خمسة عمود دوران يحمل المؤشر اللي هو عمود الدوران اللي قدامنا ده تمام كده يبا دي اجهزة القيازة الحديدة المتحرك من النوع التنافري طيب بعد كده مميزات اجهزة القيازة الحديد المتحرك من النوع التنافري بتتميز بايه قال لي سهولة التصميم رقم واحد سهولة التصميم رقم اتنين قلة تكاليف انشأها رقم تلاتة تحملها للطيارات الزائدة بتتحمل طيارات عالية رقم اربعة اماكن استخدامها في نظم الطيار المتردد والطيار المستمر على السواء يعني ايه اقدر استخدم الجهاز القيازة الحديد المتحرك من النوع التنافري مع ايه مع الطيارين المتردد والمستمر يبقى هي افضل من ايه من اجهزة القيازات الملف المتحرك ليه لان برضو قل التكاليف التصميم او التصنيع وبتستخدم مع الطيارين وبتتحمل طيارات زي ده فهي افضل بالنسبة لي عيوب اجهزة القيازة الملف الحديد المتحرك من النوع التنافري عيوبه ايه قال لي رقم واحد في مشكلة في التدريج الخاص بالجهاز ده في مشكلة في التدريج اللي هو عدم انتظام تدريج الجهاز رقم اتنين تأثرها بتغير التردد لو التردد تغير الجهاز بيتأثر تأثرها بالمجالات المغناطيسية الشاردة وقلنا دي بتيجي منين طبعا قلناها كتير ودي من الاخطاء الشخصية انخفاض دقة القياز بهذه الاجهزة يبقى فيها مشكلة لا يبقى من حيث الدقة اجهزة القيازة الملف المتحرك افضل من حيث التدريج اجهزة القيازة الملف المتحرك افضل تمام كده طيب يبقى دي عيوب الجهاز او اجهزة القيازة الحديد المتحرك من النوع التنافري طيب هو انا اقدر استخدمها كاميتر وفولتاميتر ايوة اقدر استخدمها كاميتر وفولتاميتر ازاي قال لي يستخدم الجهاز وحده دون ملحقات كاميتر لقياس طيار تتراوح شدته بين 3 ملي امبير الى 500 امبير وتتحمل هذه الاجهزة الطيارات ازاي ايه دون استخدام مجزء علشان كده قال لي ايه دون ملحقات قال لي ايه يا شباب دون ملحقات وقد تستخدم مع محولات الطيار ويتم توصلها بالملفات السنوية للمحول حضرتك وانت في مادة الرسم الفني اتعلمنا انه لما كنا بنرسم لوحة التوزيع اللي هي فيها مجموعة من اجهزة القياس كنا بنحط ايه محولات واجهزة قياس في الدايرة اجهزة القياس كانت بتحتاج محولات صح كده فعلشان كده قال لي ان اجهزة القياس دي بتستخدم او بتتوصل مع الملف السنوي للمحول الكهرابي اللي كان بيخفض لها الجهد بحيث انه جهد او طيار بحيث انه تقدر تقيس قيمة متناسبة مع الملف الداخلي للجهاز نفسه طيب لو هستخدمها كفولتاميتر لو هستخدم الجهاز كفولتاميتر قال لي برضو ان هي بتستخدم دون ملحقات لقياس جهود تطراوح قيمتها بين الفولت الواحد تمام كده الى تمنمية فولت تمام دون استخدام مقاومات على التوالي يبقى هنا مش هحتاج مجزئات لا طيار ولا مجزئات جهد كاميتر او فولتاميتر لانه برضو قال لي ايه دون ملحقات كما يمكننا استخدام الفولتاميترات من هذا النوع مع محولات جهد لقياس الجهود العالية وتطراوح القوة الممغنطة لاجهزة القياس ذات القلب الحديدي من النوع اللي هو التنافري بين 200 امبير لفة لكل لفة يعني الى 300 امبير لفة 300 امبير لكل لفة وتطراوح عدد لفات الملف بين لفة واحدة وعدة الاف من اللفات تمام كده يبقى ده لو هستخدمه كجهاز فولتاميتر الاخطاء الناتجة عن استخدام اجهزة القياس من النوع اللي هو الحديد المتحرك النوع التنافري الاخطاء اللي بتنتج ايه تأثره بالمجالات الشردة اتنين تأثير القطع الحديدية بظاهرة التخلف المغناطيسي تلاتة تأثر الاجهزة بتغير التردد اربعة يؤثر التردد على ممنعة الملفات داخل الجهاز يبقى هنا في اخطاء ناتجة من استخدام الجهاز داخل الجهاز اللي هو نوع الحديد المتحرك والنوع التنافري طيب النوع تاني هنتكلم عنه اجهزة القياس الكهروديناميكية وهنا اجهزة القياس الكهروديناميكية احنا محتاجين ان احنا نفهم برضو الية العمل بتاعتها هتمشي معانا ازاي وانواع الاجهزة دي اسمها ايه تمام اول جهاز معانا اسمه اجهزة القياس الكهروديناميكية والاجهزة دي عبارة عن اجهزة قياس بملف متحرك يكون فيها الفيض الاساسي ناتج عن ملف سابت بدلا من المغناطيس الدائم ويمكن استخدام هذا النوع من اجهزة القياس لقياس الطيار والجهد ولكنها تستخدم بشكل اساسي لقياس القدرة يعني اقدر استخدمها كواتميتر ايوة اقدر استخدم الجهاز ده كواتميتر طيب التركيب تركيب اجهزة القياس الكهروديناميكية هنا بيقول لي ايه يتركب من ملفين احدهما سابت والاخر متحرك وانشوف رسمة هتوضح لي الفكرة دي بيقول لي انه يتركب من ملفين احدهما سابت والاخر متحرك الملف السابت مقسوم الى نصفين متساويين اللي هما هتلاقي على الرسمة مكتوب اف تمام كده ويسبتان بالقرب من بعضهما البعض بشكل متوازي ورين يا مستر الرسمة اللي هرسمها مع التركيب اهي ده شكل الدائرة عندي هنا الملفين اهمت ادي ملف وملف هنا الملف ده اسمه اف وهنا الملف ده اسمه اف تمام كده لانه قلنا مسبتين اهمت ده شكل تاني للرسمة مسبتين هنا مقسومين الى نصفين متساويين ويسبتان بالقرب من بعضه بشكل ايه متوازي تمام ايه اللي في النص ده يا مستر ده ملف تاني داخل الجهاز صح كده هيسبب ايه مجال تاني يتفاعل مع المجال الناشئ من الملفات دي يسبب حركة مين المؤشر طيب استخدامها باستخدمها في ايه اللي باستخدمها في دوائر الطيار المستمر رقم اثنين في دوائر الطيار المتردد رقم ثلاثة قياس القدرة احادية الوجه رقم اربعة في قياس معامل القدرة رقم خمسة في قياس التردد يعني الاجهزة دي اقدر استخدمها في العديد من عمليات القياس والكميات الكهربية اللي انا عاوز اقسها سواء طيار متردد او طيار مستمر او لو هقيس قدرة فيه وجه واحد ومعامل القدرة وقياس التردد التخميد التخميد هنا في اجهزة القياس الكهروديناميكية هنعمل تخميد ازاي هنسبت المؤشر ازاي اللي هنا يستخدم التخميد الهوائي لهذه الاجهزة لان التخميد بواسطة الطيارات الاعصارية غير فعال معاها في الاجهزة دي التخميد بواسطة الطيارات الاعصارية غير فعال ودي احدى الطرق الحصول على التخميد او عزم التخميد تمام لان المجالات المغناطيسية الناتجة تكون ضعيفة طيب بقول لي خصائص الاجهزة دي الاجهزة اللي هي اجهزة القياس الكهرو ديناميكية خرصها ايه قال لي خالية من الطيارات الاعصارية ليه لان انه انا مش هحتاجها في عملية التخميد والحصول على عزم التخميد والفرمالة طيب اتنين او الخاصية التانية حساسية منخفضة الخواص بتاعتها من ضمن خواصها ان حساسيتها منخفضة في عملية القياس طيب اجهزة القياس الحسية ومن خلال شرحنا لاجهزة القياس الحسية هنلاقي انه هتلاقينا كده بنتكلم ورايحين ناحية الكلام على العداد الكهرابي عداد قياس الطاقة المستهلكة في المنازل والمنشآت المنزلية او الصناعية تمام يبقى الجهزة القياس الحسية انا عندي الجهاز ده كلامنا رايح ناحية العداد عداد الكهرابي طيب اجهزة القياس الحسية بيقول لي ايه تستخدم هذه الاجهزة او اجهزة القياس الحسية في دوائر الطيار المتردد فقط يبقى كلامنا صحة كده احنا رايحين ناحية العدادات تمام كده نظريت العمل تعتمد هذه الاجهزة على التأثير المتبادل لقواعد الجذب والتنافر بين المجالات ويطلق عليها اسم المجالات الدوارة حيث تفصلها عن بعضها البعض زاوية معينة وتأتي تباعا في نظام دائري وتستخدم هذه الاجهزة في قياس ايه يا فندم الطاقة الكهربية يبقى احنا كده كلامنا رايح ناحية العدادات صح كده؟ ليه؟ لانه اجهزة قياس حسية هي بتعتمد على الملفات اللي موجودة ومفيش مغناطيس دائم صح كده؟ مفيش هنا مغناطيس دائم طيب التركيب بتاعها تركيب اجهزة القياس الحسية قال لي ان الجهاز اللي قدامي دا عندي ادي هنا قرص والقرص دا فيه هنا جزء مغناطيسي وحلقة معدنية وهنا حلقة معدنية وقلب حديدي اخر فيه ملف موجود هنا المجال اللي هينشأ هيأثر على الارس المعدني دا يبقى دي فكرة العداد اه شبيهة بفكرة العداد المنزلي بالزبط يبقى رقم واحد ملفات مغناطيسية رقم اتنين قلب حديدي رقم تلاتة مغناطيس دائم اربعة عمود دوران رقم خمسة ياي اللي هو الزنبورك رقم ستة مؤشر اللي هو هيتحرك على التدريج بتاعي شبيهة بالعداد وحلقتان من النحاس مقصورتان حلقتين من النحاس مقفلين على نفسهم اللي هم دي كده او اللي هي الحلقتين شايف الحلقتين اللي هنا دول دي حلقتان من النحاس مقفلين على بعض يعني مقصورتان على نفسهم رقم تمانية قرص من النحاس او الالمونيوم اللي هو الارس اللي هيدور فيه المنتصف هنا تمام كده طيب مميزاتها ايه مميزات اجهزة القياس الحسية وعندي هنا اجهزة القياس الحسية بتتميز بعدم تأثرها بالمجالات المغناطيسية الشردة لان ما فيش مغناطيس دائم داخل الجهاز تمام كده طيب رقم اتنين هذه الاجهزة متينة الصنع يعني صلبة شوية جمدة اجهزة صلبة متينة تلاتة عمرها الافتراضي او طول عمر ادائها بتعيش لوقت طويل من العمل طيب عندي تاني من المميزات بتاعتها طول تدريج المقياس يعني التدريج القياس بتاعها بيبقى طويل بشكل كافي رقم خمسة قدرتها عالية على تحمل الطيارات الزائدة رقم ستة عزم دوران كبير وقوة تخميد ممتازة يعني الدوران بتاعها العزم بتاعه كويس وقوة التخميد اللي هتثبت المؤشر على القيمة المرات قياسها برضو قوة تخميد ممتازة مما يجعلها صالحة للاستخدام في اجهزة التسجيل تمام كده الاجهزة اللي هي التسجيلية عيوبها قال لي انه بيقتصر استخدامها فقط على نظام الطيار المتردد يعني برضو بستخدمها في طيار متردد فقط ما بستخدمهاش في الطيار المستمر اتنين زيادة الخطأ في الاحمال الضعيفة يعني لما يبقى الحمل ضعيف او عملية القياس ضعيفة احمال ضعيفة هيبقى فيه زيادة لنسبة الخطأ انخفاض درجة دقتها وده بسبب ايه ان التدريج بتاعها طويل التدريج ممتد تمام انخفاض درجة دقتها اربعة تتغير دقتها بتغير التردد يبقى ديه عيوب الاجهزة اجهزة القياس الحسية طيب من ضمن العيوب كمان قال لي انه تتغير دقتها بتغير درجة الحرارة يعني لو درجة الحرارة زادت درجة الدقة بتاعتها هتتغير بسبب تغير درجة الحرارة كمان عندي عدم انتظام تدريج القياس احنا قلنا انه من مميزاتها ايوة انه التدريج طويل ممتد ولكن من عيوبها عدم انتظام تدريج القياس رقم تمانية مفروض سبعة بقى يبقى زيادة تكاليف تصنعها وكمان زيادة الفقد في القدرة المستهلكة حيث تتراوح بين اتنين واربعة واط الفقد في القدرة او القدرة المفقودة اثناء عملية القياس طيب استخدامها هستخدمها في ايه؟ قال لي بقدر استخدم اجهزة القياس قياس الحسية كوحدة او يستخدم وحده لقياس طيارات تتراوح شدتها بين خمسة امبير الى مئة امبير وتستخدم كفولتاميتر لقياس جهود تتراوح بين خمسين فولت وسبعمية وخمسين فولت دون استخدام اي ملحقات مع الجهاز يعني ما بحتاجش برضو مجزئات للطيار ولا مجزئات جهد كالاجهزة السابقة كمان قال لي نظرا لعدم دقتها في قياس شدة الطيار او الجهد يقتصر استخدامها كواتميتر لان احنا قلنا ايه؟ اقدر استخدمها واتميتر ايوة نقدر نستخدمها واتميتر يبقى هنا بسبب ايه؟ ما اخد بالك باستخدمها واتميتر ليه؟ بسبب او نظرا لعدم دقتها في قياس شدة الطيار او الجهد يقتصر استخدامها كواتميتر أو عدادات لقياس الطاقة الكهربية المستهلكة يبقى السؤال هنا يعلل يقتصر استخدام أجهزة القياس الحسية كواتميتر كأجهزة قياس واتميتر أو عدادات لقياس الطاقة الكهربية المستهلكة ليه؟ نظرا لعدم دقتها في القياس تمام كده؟ نظرا لعدم دقتها في القياس اللي هو قياس شدة الطيار والجهد علشان كده باستخدمها واطميتر فقط او جهاز قياس القدرة العداد المنزلي اللي هو بيستخدم فيه قياس القدرة او الطاقة الكهربية المستهلكة الاخطاء الناتجة لو انا استخدمتهم كاميتر وفولتاميتر ايه اللي هيحصل اول حاجة خطأ ناتج عن التردد تمام كده يبقى في الاجهزة دي في هذه الاجهزة تردد الطيار المقاس هو نفس تردد الاجهزة بس ايه ولكنه ينتج خطأ كبير في القيمة المقاسة بواسطة اجهزة قياس حسية تمام وعلشان نتخلص من المشكلة دي يا شباب هنعمل ايه ويتم التخلص من هذه الاخطاء بيجعل المقاومة المضافة على التوازي مع ملفات القياس مقاومة مادية صرف اما اجهزة قياس الجهد الحسية فان هذا الخطأ يكون قليلا نسبيا هو احنا نقدر نشكل سؤال من هنا يا مستر من بين السطور كده برافو عليك الولد اللي خد باله اللي هو ايه بيقول لي انه في الاجهزة دي التردد بيكون نفس تردد الاجهزة ولكن بيحصل خطأ كبير في القيمة المقاسة تمام يبقى نقدر نقول كافية التغلب ازاي هنجعل المقاومة المضافة على التوازي مقاومة مادية بحتة الخطأ التاني خطأ ناتج عن درجة الحرارة وهنا بينتج عن او هذا الخطأ نتيجة تغير درجة الحرارة في مسارات الطيارات الاعصارية وبرضو يمكن التخلص من هذا الخطأ بوصل مقاومات على التوازي في اجهزة قياس التردد والجهد وقت حلقتنا انتهى بس احنا عايزين نأكد معاكم على ان احنا لسه الباب التالت لسه منتهاش في حلقة جاية للباب التالت وهيبقى في حلقة مراجعة على مادة القياسات الكهربية للفصل الدراسي الاول مستنين اسئلتكم ومتابعتكم وتعليقاتكم على حلقتنا على اليوتيوب وقناة الفيسبوك منتظرين الاسئلة وهتلاقوا الاجابات سريعة عليها باذن الله تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته